احذر أيها الصغير فانت تعبث مع خصم أكبر منك هذه هي الثعالب تهاجم كل شيء أمامها ولا تدرك المخاطر التي قد تحدث لها لكن في الحقيقة تكون معظم هجماتها رائعة وهذا ما سنراه الآن هيا بنا هذه لقطات رائعة تم تصويرها بالكاميرا لأحد الثعالب حيث كان ماكرا حقا لقد انتظر الفرصة المناسبة ليقوم بالهجوم على الديك لا يمكنك الطيران يا صغيري لقد أمسك به من عنقه ونتفريشه في كل مكان وسحبه ليتغذى عليه يبدو أن هذا الثعالب هو من أنهى جميع الدجاج في المنطقة فلم يكن هناك سوى هذا الديك بكل الأحوال نتمنى له وجبة شهية هذه لقطات المدهشة تبين لنا قوة الثعالب الحقيقية لم تتهاون الثعالب في أرضها فلقد كان غريل العسل قد دخل المنطقة التي يسكنون بها بل بالتحديد قرب منازلهم وهذا ما سبب غضب الثعالب قاموا بالهجوم عليه بلا رحمة لحسن حظه أنه تمكن من الهروب فورا يبدو أنه كان يعرف أنه مخطئا في هذا القرار هنا كان الثعالب يتجول في منطقة ممتازة لاستياد الفرائس وهي طيور البحر هذه الأنواع من الطيور هي الوجبة الأفضل للثعالب خصوصا أن حجمها ضعيف ولهذا يتمكن من الامسك بها بكل احترافية وسهولة أرأيتم؟ لقد كانت هجمة مذهلة والآن يذهب لاستياد طيور أخرى ثم يبدأ بأكلها جميعا مرة واحدة انظروا إلى هذا السنجاب المسكين إنه لا يعرف الخطر الذي حوله لقد أمسك به المدهش هو نظرات الضبي الذي خلفه إنه يبدو مثل ماذا يحدث هنا بكل الأحوال كانت هجمة ووجبة أكثر من ممتازة لهذا الثعالب الماهر سيهاجم هذا القط هذه المرة لكن هل سينجح؟ واو لا بأس لقد كانت محاولة جيدة لكنها لم تنجح إنه قط كبير ولا يستهان بقوته فلو اتطور الأمر لربما قتل الثعالب لحظة نعم يجب علينا الابتعاد من هنا أنا أرى أنه كان محقا فهذا القط لا يجب العبث معه إنه يبدو شريرا وقويا أتعرفون لماذا سمي الثعالب بالحيوان المكار؟ انظروا إلى هذه اللقطة وستفهمون إنه لا يكتفي يريد أخذ كل شيء في الحقيقة أنا حزين جدا للأم التي تركت صيصانها بهذا المكان لقد حملهم جميعا لكنه فشل في استحابهم جميعا فلا يمكن للأم أن تتخلى عن صغارها بسهولة لقد لحظته قرب صغارها ودافعت عنهم باستماتة وعلى الجانب الآخر تمكن الثعالب من أخذ واحد منهم فقط إنه مشهد محزن للأم لكن على الأقل أفضل من أن يأخذ جميع صيصانها هذه لقطة نادرة تم تصويرها لأحد الثعالب الذي كان جريئا جدا وهاجم عوش النسر في الحقيقة لا أدري ماذا كان يدر برأس الثعالب ليهاجم النسر فالنسر دائما ما تقتل الثعالب وهي من فرائسها وفي الحقيقة تهرب الثعالب بمجرد اقتراب النسر منها لكن هذا الثعالب كان شجاعا جدا وحاول الهجوم على العش لعدة مرات لكن بطبيعة الحال من المستحيل أن تمكن من التصول على أي شيء من العش بوجود النسر الكبير في الحقيقة لو بقي الثعالب لوقت طويل لكان النسر من افترسه وأكله لكن لحسن حظه أنه ابتعد في النهاية الثعالب مقابل الكلب هيا بنا نرى إن كان يمكن للثعالب أن يتفوق على قوة الكلاب أم لا هذا واحد من أشهر اللقطات التي تم تصويرها لهجوم الثعالب الأحمر على الكلب الكبير الغريب أن الكلب كان هو من يبتعد في كل مرة بالرغم من أن حجمه أكبر ويمكنه القضاء على الثعالب لكن الثعالب مصر على افترس الكلب إنه أمر لا يصدق بالفعل فكلب بهذا الحجم أمام هذا الثعالب ليس بالمعركة العادلة أبدا لكن يبقى الثعالب شجاعا حقا فلم يتخلى عن المعركة أبدا في الحقيقة أتمنى أن أعرف ماذا سيحدث بعدها لكن لم يتم تصوير اللقطات كاملة ما رأيكم أنتم؟ ماذا سيحدث لو استمر الذئب في الهجوم على الكلب؟ إنه مرة أخرى يهاجم كلبا آخر ويبدو أنه كلب قوي أيضا لكن يستمر الثعالب بمفجأتنا بشجاعته المذهلة لقد حاول الكلب أن يكون شجاعا لكن هذا لم ينجح وعود الهروب أنا أرى كأنهم يلعبون فليمكن أن يكون هناك معركة على هذا الشكل لكن يمكننا أن نخمن ماذا حدث بالمقطع السابق فهنا انتهت المعركة بهروب الكلب من المكان فلربما حدث نفس الشيء في المقطع السابق هنا هرب الثعالب والمفاجأة أن المواجهة كانت مع كلب صغير هذا ما يستحقه الثعالب كلب صغير تكون المعركة عادلة لقد فز الكلب في المبارزة أهرب أهرب لقد عجبتني شجاعة هذا الكلب حقا فقط السناجب هي لعبة الثعالب انظر كيف أمسك بالسنجاب هنا يريد أن الثعالب أسرع من السنجاب بالرغم من أن السنجاب أصغر فقد كان الثعالب أسرع وأمسك به انظروا مرة أخرى لهذه السرعة أسرع أسرع يحاول السنجاب الاختباء بين الصخور لكن انتهت المعركة أصبح في فم الثعالب الآن هذه لقطات مدهشة تم تصويرها للثعالب وقد انتهى مؤخرا من استياد أرنب يبدو أنه سعيد جدا بهذه الوجبة الجديدة ويريد أخذها إلى المنزل بأسرع الوقت هل سبق لك وأرأيت فعلبا في الحقيقة؟ اكتب لنا تجربتك في التعليقات ولا تنسى أن تعطي الفيديو إعجابا ولا تنسى أيضا اشتراك في القناة والتفعيل زر التنبيهات حتى تتوصل بكل ما هو جديد يوميا إلى اللقاء اشتركوا في القناة